محمود البرودي مورنين شو محمود البرودي على ايافين احلى راديو رجع للكم الجديد في المورنين شو على ايافين احلى راديو تاو السبعة وعشرة تكايق مواصل معي ليف بول عريس اي ريج الحمرودي وانويل بيزيد مازلنا مواصلين معاكم في برشة اخبار برشة برشة تفادليك ما قلت لك شاية معمت لك شاية هي تحب تقعد بحضة ليفة ذاك عليش انا محبش نقعد مقاقو غيال ما مش نحب نقعد بحضة ليفة نحبش نقعد مقابلته متحبش نقعد مقابلته مش متحبش نقعد بحضة ليفة انا انا البارح فرش في فيديو اصدامني كي مبرشة توانسا توانسا يتعاركوا على البطاطا على شكاية البطاطا يضري في محل تجاري ويضربوا ويفكوا كل واحد هزة شكاية بطاطا هكا وهرباها يستفيري انو كل الفيديو عندها ثمانية سنين ولكن حبينا نرجو مش نقولوا راه وحنا في الهذا راه وردوا بالكم راه وساعات فما دي فيديو ويهبتوا اقدم حاولوا يخرقوا نوع من البلبلة تكلم مسؤول على منظمة الاعراف في ولاية بنزارة سيفوزي البجيوي نسمعوا شوها قال ونرجو نعلقوا الموضوع اخويا ما فيه حتى من حكاية ذي الفيديو هذا قديم بالنسبة للنحن البطاطا حتى للسوق الجملة عندها اكثر من اربع عيام ما دخلتش للسوق وقاعدين معناه نحن حتى باتصال مع سيد مدير الجيهة والتجارة والتوزيع متاحة بش يكون وصاعات الجيهة حتى للسوق المركزيه ويشرف عليها هو للتوزيع متاحة ومعناش المشكلة ذاية المشكلة ذاية هو فيديو قديم عنده ثمانية سنين بالضبط ملي سعر الفيديو عنده ثمانية سنين ملي سعر محكام عادي معنتها عليش شعبت الفيديوهات هذو ما في اللوقات هكا اللي تأجيج ونزيد ونسخنوا العباد ونزيدوا ما كما صارت ويعرفوا التونسي يعرفوها هكا فسيلمون انفلونسابل كما صارت على السكر صارت على القهوة اخي في السكر وقتها شوفنا الناس الكل باب يتحل هما كل بلاك فريدي عباد التسري في الخاع هو دجال العمار اللي اتقادت عارك على السكر كان جدا يدنيا وميكلوهش حفاظا على الصحة بتاعهم وحفاظا على هو تلقى العباد بالكف معناه نفسه الرجل الكبير اللي تقوم لو انت بشيقات في الكهر تقاه بالكف تقاه بالكف يفق في السكر ولاهو بالقوة هذي كان حاجة دو اخرى اللي انا ونعرش عليه السكر فيه مشكلة القائلة براكي بشابت السكر ما اخذرش رابتش قاهو ما فميش فرينا سميد يخي هذوم الحاجات دونك بالسنسين بشي ذاك يوري ولك حاجات تاع البطاطة انت اوتوماتيك ما مش تقول فما فما مشكلة بتاع بطاطة تتصرح مرتين ثلاثة هكي الكلمتين هذو ما تولي انت تاخو اربعين كيلو بطاطة غضوة تولي فالدار تدخل تلقى دي بارتمان بطاطة فيه كيموكت تعرف هذيك بتاع اسمع ذهلي ذهلي بعد غضوة بشي الماء بشي تقطع بشي تقطع على الدباب تلقى الناس الكل المعب بيامان الكنابة والإسانس دي من الإشاعات اذي تخرج أبارا موت تخطف بشي بيعوا لكانتيتي بتاعهم يمكن فما ما توا هجب بتاع بطاطة جاي يحبوا يخلصوا منو يهبتوا فيديو كمان هكا انا ملاحظتش حاجة في الفيديو متاع سيفاوزي في الكلام اللي قالوا ما عنديش دقة الملاحدة قالوا عنيش معناها ايه هو قالوا هو رأوا عنده ثمانية سنين على البارح مش مشكلة مازلوا قاعدين يسيروا نوعية هذي متاع المواقف والمشاهد وكينشوفهم نتقلق معدكش فكرة معناها تنجم تصدقني او لا اما نتقلق بالحق على خاطر ما تسمى هي رغبة هذيك مشهد عربي بامتياز معناها ما نذكرش روحي شفتوا في بلدين اخرى منينا ديما متهمة انينا ديما نقارب بالبلدين المتقدمة مزيد عندهم حاجات خائبة مزيد عندهم حاجات بيها اللي يفرضهم القانون ويفرضهم برشا حاجات باشن بعد تدرب المجتمع متاعك انه يولي يتعامل مع الاشياء بطريقة معينة متحذرة شوية ديما هذيه عن حسنية او عن سؤنية ما نعرفش تجربش حسنية بعد ثمانية سنة نجم واحدة يحب يدبر شوية ريتشو شوية جميت راهو في الباجم تيعو يحير حاجة قديم معهو كي يعرفها ديما بلابن معروفين الفيديوهات الدومة بتاع اللي تسايبوا في اوقات معينة ما ننحاولو احنا نخشو لكات فيجوغ الممكنين معناها اتناج بتكون عن فاسقنية مشكلة مشكلة متع توزيع البطاطا مشكلة متع السعر ك في بعض الاماكن طبق الاتصال تصريحها البطاطا كيما اللي تسألو قد اشتقد في الهوية قال لك ما تقعدش. مصورش صعب يا كنو ما تعملش. قالوا عندكم بطاطا ما عانيش اربع ايام. دوك الفيديو ما عنده حتى. الفيديو ما عنده حتى كيما. هو على اساس مش يصلح اه لحكاية مش تقول قال له هي قديمة اما رو ما فميش بطاطا. ما فميش بطاطا. على كل البطاطا مهيش به للصحة مع انت برشة. ليه. ليه والله يصحين الفريد كمان عارف ليه مش فريد. شوش كون يحكي عز برودة خلكو بطاطا مش كهية. ليه في رحبين الكيلو. على اقل الكيلو. ليه خوضرة حنستحقوها في هالالشي في هالالفيها السكريات مش سريعة لهات من العكس. آآ بطيئة الهدم. نويل حافظة لوسة بتاع البطاطا ريت صار شكرا دكتور نويل نتعديه والأريش. هتو اصل القرايتي سيونتيفيك رو. معنى ها سفعة. هاني قلت شكرا دكتور انا ويل. ما اما به يتحكموا تحكموا. انا في كم حب ما حبونيش نكمل نصيحة. مش ليس بطل. تنبز. تنبزت. تي كان كملتها نصيحة ستة اربعة جمال انت ما قلتش نصيحة. رئيسة. يفو ميوت التاكل طيبة ومش مقلية. ومش مقلية. ومش معناها بلوتون فاورة كما مصموطة في الماء خاطر المنافع بتاها حيمشيوا الكل في الماء. ومقلية. مقلية تاكل في الزيت. بريسك. جدا. معناتها في تاوة برشا يتسائلوا. البطاطا قاعدين يخبيوا فيها معناتها يعملوا في استوك. تصبر على خاطرها شوية. تصبر البطاطا. ايه. وهو يظهر لي فما امر من وزارة التجارة ولا قرار من الوزارة التجارة انه معادش النستوكي والماء. مع ايه معادش نستوكي. اللي يفما يزمو يزازي ناس الكل. يزمو يزازي الناس الكل ويخرج بشتبكة الاسعار في متناول الجميع. انت يا ري شنو وراي. لأ هو انا حابيت نقول. في البطاطا. ايه على البطاطا. بغض النظرة على انه البطاطا موجودة ولا ليه مقطوعة ولا الفيديو جديد ولا قديم. هو تباينة انه الفيديو قديم. وزيد سيد المسؤول قال انه البطاطا اصلا عندها اربع ايام. آآ مفقودة عنا مشكلة نفسية عند التونسي انه المواد سوى يستحقها ولا ما يستحقهش. دوب ما يسمع. اللي هي مقطوعة. دوب ما يسمع انها مقطوعة او مش تقطع. يولي فجأة عنده حاجة كبيرة للمادة اي للمادة هذي كراو. حتى اذا كان فما مادة معينة مقطوعة راي ماش بش تقعد الى الابد مقطوعة. معنا تجم تلبي حاجياتك باشي اه اخرى توك تسامحني اذا كان الفيديو هذيك صحيح. علش بش يقوموا مواطنين بانهم يسرقوا او يستوليو على مستودع موجودة فيها بطاطة. شنو الحاجة اللي بش تزيد هم كي هوم يستكيو بطاطة في الدقل. دايو المواطنين لذوق ما المستودع ممنوع يدخلوا المواطنين. اصلا الفيديو ده هذي تستفس البلاسة للي هو موش في منزل بورقيبة اصلا. حتى الفيديو اللي عنده ثمانية سنين. ماهوش في نفس المنطقة اللي احنا قاعدين نحكيو عليها اصلا. تتقال كحنا البلاسة بتاعنا ميدخلوا لهيش المواطنين. هاي واه. دونك نودو بيركم الفيديوهات اللي تفرجوا فيهم الإشاعات اللي تنجم تخرج. آآه ده تنزة هكا بش يخرقوا نوع من البلبلة والفوضى والبانيك. وتخليك انتي حتى ما متخممش في البطاطة. ولي كيمكن لي. وما تنجمش راوكا ما تاكلش. ما اعزنا مبدلو طريقة التفكير معنا حتى اذا كنو مكش بش تنجم راكت. توقف طيار متاع الإشاعات ولا متاع الفيديو اللي يخرجوا لتأجيج الوضعيات للمواطن بيدويلزمو هو ينظم مخو انو حتى كيكون فاما دا فيديو من النوعية هذية مش لازم تمشي بلهفة وتستوكي بطاطا ولا اي ميدة من المواد الاخرى. مش بشوية اخوذ البطاطا واستوكي. هو السكر اهو البطاطا مش تخص فيديو. الخردانية. اذيك اسم الخردانية. اللي ما ما يخمو كان في رواحة. ما يخموش انو فمع شخص اخر زيدا في حاجة في لنفس المادة. نو كي اخو لي زازي هو كهو معنا. ياخو متاع شهر كالزم. تعال غيب فيكم. نمشي. شوفني هزيدا في الكوفيد الحاجة هذية يشريو بالبرشة. يعطيك الصحان والقريج ليث. تلتحق بنا مرة اخرى صديقتنا جي جيف ينفوت ترافيك. شو علي فهم احلى راديو سبعة وطين وعشرين دقيقة. بزر المواصلين ببعض الاخبار الايجابية. بش نحكيه وتوع لمحاولات تهريب اللي قلنا بالهنزي يا هريش. اكزاكتو ما. نحكيه على احباط محاولات تهريب بميناء حلق الويد تحديدا نجاحات ديوينة التونسية منذ بداية سنة الفين واربعة وعشرين لأكثر من ميتين وسبعة وثلاثين كيلو جرام من الزطلة. نحكيه على تمكن مصالح ديوينة بميناء حلق الويد الشاميري خلال الفترة اللي تعديت من سنة الفين واربعة وعشرين من احباط محاولات تهريب كميات هامة من مخدر القنب الهندي لتوزن اكثر من ميتين وسبعة وثلاثين كيلو جرام وتكون مخفية داخل مخابق مهيئة على متن وسائل نقل لمسافرين قدمين للتونس من ميناء مارسيليا وجنوى تحديدا. وانا احكيه انه ابرز عمليات الحجز في احباط المحاولات هدية تكون بمية وستة وسبعين كيلو جرام من مخدر القنب الهندي في عملية واحدة خلال شهر مارس الفين واربعة وعشرين وين تم العثور على الف وسبعة وستين صفيحة مخفية داخل مخبأ مهيئة على متن شاحنة جاية التونس من ميناء مارسيليا كيف كيف تم مضابط اربعين كيلو جرام من نفس الميدة خلال شهر جنفي الفين واربعة وعشرين ولكن مخبية داخل سيارة هدية وتم العثور على واحد وعشرين كيلو جرام من مخدر القنب الهندي خلال عمليات متفرقة في الفترة الممتدة بين شهر افريل حتى لشهر اكتوبر الماضي. سمعتوا الاخبار يظهر لي حاجة به خاطر اليوم. حاجة به هو حاجة كيفش شعبية تتجرق الدخل اوتان ده فرد هك شحنة. فرد طربة فرد. ليش حاجة به جملة محمود درا. عليش دراها. بليش خالق. بليش خالق الدخل. البوبيلر اوبينيم عندو هوليوم. ليه ليش حاجة به هم ليه لازي تفهم عليش مش حاجة به هم. على خاطر في العالم اجمع في هولان. معنا يسلطوا في البلدان اللي فيهم ترافي كبير كما هولاندا وبلجيكيا وكل يقول لك اللي كنتيتي اللي يتشدوا طول عمرهم يمثلوا انتر ستة سبعة عشر بالمئة بالسلعة اللي تتعدى الكل. معناها كي يعمل لك الحسب يقول لك على قد ما احنا نزيد ونشدوا رانا ما نفرحوش. على خاطر كي نزيد ونشدوا دي كنتيتي كبار كي من هكا. اعرف لي فاما دي كنتيتي اخرين اكبر واكبر قاعدين يتعدى. هذي سي امور ستات ما فيهاش كلاب. الحاجة اللي فاما مشكلة في الشعب دجا. دهجا اللي فاما مشكلة بتاع كنصو ماسيات كبيرة. نعم رائي فاما كنصو ماسيات كبيرة يسر. اذا فاما كنصو ماسيات كبيرة. معناها انت عندك طبقة من المجتمع والعباد من مجتمع واللي هو عندهم ادك تشاسمها ادك تبعب أدمين. دونك كذا فاما ادمان نحكيو عالمارض. إذا نحكيه على مرض نحكيه على صحة عمومية هذا الكل ما نحكيه وش كان أمنية معناها المعارجة هذي بعد تنحكيه وكانت حب في العقوبات وكل شيء ومهما بروفالي ما تصلح لحد شيء أما هنا يجب أن نفهم وإخوه نحي العقوبة على الجنب تصرف فيها على روحك أنا بش نحكي من منبر كونه المشكلة راهي بتاع صحة عمومية راهو لازم فما دي سنتر تاع ديسانتوبيسيكاشون وفما لازم يفهموا الفلاي وعليش عليش العباد قادة تكونسومي في شيء هذا الكل رانا ماناش برجة رانا رام دي كونتيتي اي نورم راه هذي اللي تشادل ناج بكون راهو اسكال معناه وهذا اللي تشادل من الأبرات ما حكي ناش لي قاعد يدخل من الأرض وربي يحسن العقوبة هنا وين؟ أنا نتعامل مع بسيكياتر معناها على مواضيع معينة وكل قادل الباسيون اللي يجي يقول لي راني ما نتكايفش تظهر لي غريبة معناها تاوام تبدو تقولوا يا مثلش مثلش قولي بتات خطر يخافوا فيسكو هي حاجة ممنوعة بالقانون بقي حتى ساعتها حتى مع الميتسان يقول لك فك عليها من غير ما نقولها نقوله انه راني نكونسومي في مواد مخدرة قاتل راهو وخاصة الشباب 99% من الشباب اللي يجيوا يكونسولتي وعند البسيكياتر راههم انه قلت كيكا ساتمي هي حاجة شي فرعالي برشا يكونسوميو في الدروغ انواع الدروغ الكل معناه بتدوس وبتدور باللي يتصوروا في بالك القناة بالهندي ولا الزاتلة تسمى حاجة ولايت حاجة عادية جدا يعني انو يكونسوميوكا في عوض حاجات اخرى بشي يلقى حلول بديلة للحالة الصحية المدهورة متاعو دوك يمشي الرفوج متاعو يكون في الدروغ كيما كيما قال لايت صحيح توا اوكي انجازات امنية نحاق ومميسالش قولوا كل مرة نعملوا مخير كل مرة نعملوا مخير اما راهو عبارة احنا عنا مرض وقاعدين عنا نداوي وكان في الاعراض ماناش قاعدين نداوي في المرض في حد ديتو احنا عنا مشكلة كبيرة متاع الكونسوميسيون سينفليو في البلاد يزمنا نقفوله جدا لحكاية هذية مركز جبل الوسط مساكر يزمنا نقفوله في روشيت ولا حاجة ايه اللي كونسومي متهم يعني واللي تقش عليها حام تهمة الحكاية اللقه هو انتي ابحث وراه للكونسوميسيون هذيك تتلقاها راه مشكلة نفسية ولا مشكلة اجتماعية ولا حاجة هكا كنت تتفضم تتمشي على روحها شخليهم معناها البلاد اللي مسايبة فيهم ماني البلاد هم اقل عباد مستهلكين للمواد المخدرة وصيب خوفي معناها في هولندا وفي كندا وفي ألمانيا توا بدت قاعدة تتسايب شوية بالقانون يسعملوا حاجة متاكيف معناها حاجة مرة بعد قديش ولي كنتيتي اللي مسايبين كنترولي للتي أج سي ولي للشسم والسي بي دي للكول موليكول معناها هي يعرفوا قديش بالضبط فيها خاطر كي تبدأ مسايبة زادها كي ترافيك موازي دونك نجم يحط اللي يحب تعريش على روحك فيش قاعدة تقنصومي نعملوا عملوا دزاناليز في تونس وشيف ويلقاوا فيها موين مخلطة مخلطة بدوية مش تكسيك ماني تكسيك تعقلقرة وتكسيسيتي بتاع عجل وبلاستيك وديش بتاع حاجة أخرى مخلطين دونك يفو ميو كي تراقبها هموا بشي قنصومي بشي قنصومي في الحالة كل دونك تكون مراقبة ومقنة تعاقب في حالات معينة هما توا حتى في البلدين اللي مسايبة ما يكلموش الكنسوماتور يتواجهوا للديلور معناها للسعيد اللي بيع هذيك على خاطر هما مايش الحالقة الأضعف الأضعف في الاشياء هنا الحقيقة رغم اللي قالوا لي في أنه كل ما تكبر الكوانتتة اللي تتشد راهو فما كوانتتة ما أكبر هذي لكن ما يمنعش أنه نفرحه بالنجاحات الأمنية هذية اللي قاعدة تصير كل مرة نحكيه على كمية هما قاعد تشد منذ 2024 ولكن الحقيقة ماذا بنا إذا كان نجاحات الأمنية هذية تكونوا معاها بالتوازي نجاحات على الصعيد الآخر على الصعيد الاجتماعي أنه نعرفه عليش الشباب قاعد يهرب للمخدرات عليش عنا للأسف 30% من الأطفال اللي عمرهم بين الـ 12 والـ 14 سنة على الأقل يكونوا جربوا خاصة قلينا نحكيه على الزطلة هذية عليش الشخص اللي حتى كي يتلز أو يلقى روحه في الدورة متاع ما ينجمش يهرب منها ديجال خفوا من العقوبة وعلى خاطر ما عنده خلينا نقولها ما عنده وين يهرب من الـ 10 سنة هذي كيابش يلقى روحه في الحبس يأما ما فيقوش به وبيقي قاعد يكونسومي معناها دوك هونيا معا النجاحات الأمنية راهو فما نجاحات أخرين لزمنا نراوها على أرض الواقع بش ناس معاش تهرب للدرك اللي هي راهي تزيد تأجج الأزمات النفسية راهو معناه اللي يبدأ عنده شوية ولي هو من لون ماشي في بيله اللي هي باش تحسن له المود متاعه وكل أما راهي بشوية بشوية حاجة صامتة معناه بشوية بشوية حوتام هروحه ماشي في اثنية حايبة يا ربي يستر صغيراتنا يا ربي يستر ولداتنا ما هوش سهل يزمنا نعسوا على صغيراتنا زادة على خاطر راه هو وقت اللي يستهلك في سن صغيرة الإدمان يصبح أسهل راهو اليوم نحكيو على 12 و13 سنة يستهلك نحن نخذ فيها كاكس وإيه البرك نحب نسأله أنا بتاع 12 سنة كيفاش يمشي قاعد يشري سمحني ما نجيوه خاطر احنا نحكيو على المهربين اللي يمشيلوا قدام المكتب وقدام الليسي يمشيلوا قدام الكوليج قدام الليسي بيه وين الامن بتاع الليسيات والكوليج مولي سرقيق يغلب الليحة حقا لا 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 اخي الكوليج عنده بيب وحتى كان عنده بيب اخر راو ديما مسكر متفاهمين ذا نعرفه لحكيدي قدام الليسيات تتباع واليوم البره اي ما احنا نعرفه التربش معناه 30 بالمئة معناه ربع الشباب متاع كيت كيف اي اي مش شباب وحتى كمش بيعة معناه يلقاه الليسي وليسيات ولمناطق اللي يتكاثر فيها الشباب وفي الليبواة الدنوية وفي العلب الليلية وفي كل المناطق قاعدين يوقفوا تبكى اليوم ما راهوا الدور الاساسي ما هوش الولي ربيوا صغاركم وعسوا على صغاركم مستحفظوا على صغاركم وعيوهم 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 انه راهوا الحاجة هذيك حتى كتلقاها قدامك في صورة ما تعرف المخاطر متاحها على خاطر الناجر قديس تقعد انت تعسس وتعمل يزم اللي يتخل معها هذيك اللي عمره 12 سنة و 15 سنة يكون واعي بش يعرف كيفش يتصرف وحده خاطر نحكيه على عمره وهذيك يحب يجرب نحكيه على 30 بالمئة رهم العمر رذيك متاع الادوليسانس هو انه يحب يكتشف حاجة ديك حتى كين ما ديش قد ديمه لا 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 هني انا بذيكاش بش نقول حتى كين ما تعرضوش رو بش يكون يلوج عليها لانه بش يكون في الانتراج متاع وفهم عشقون بش يعرفها الناس انفورمير رهم بتاوها جنراسان يفهموا ويعرفوا ودخلها متاع الادوليق واضحة معروفة راهو يعطيك من لوو لبليش هاكو يطمعك بالحكاية يحبك فيها وبعد بشوية بشوية كي توصل هاكو بشوية بشوية للإدمان تولي انتي تلوج عليها تتصرف بش تلقى الفلوس بش تشريها معا يعطيكم الصحة هاكو نكون وصلنا للسبعة وثنين وثلاثين دقيقة نخرجو فاصل ومواصلين في المورني منا منا في المورني شو سبور معا في المورني شو سبور معا صديقنا ملك رجعنا لكم الجديد في المورني مئة الف مرة مع صديقنا ملك الرجيجي سباح الفل الملك سباح الفل سباح الخير الورد اليسمين والأقوان وشرتوه الترشح للكيس أفريقيا الطريقة فيها وعليها لكن الأهم هو الترشح الكيس أفريقيا للمرة سبعة عشعة وي حاجة هاي لا ياسر تفرجنا فرحنا تغششنا فما حاجات صارت ماهيش بايا طوال نحكيه عليها ولكن المفيد ترشحنا بالضبط المفيد ترشحنا هدف رفعة هدف سيف ديني الطايف وصورتو هدف علي العابدي في دقيقة 93 شوف هو يمكن كوراويا تعبنا شوية في المات شما بنيني ترشح في دقيقة 93 مدى غشقر نورمال مو اللي كيب هذية تكرم عنا أربعة وتراوح ورانا دجاء قبل المات هذية مترشحين لكن في الأخر جاء ترشح بهدف المباراة بالمحور شو أنت المحاور بتاعك بش نعرف وحنا شو نحكي أنا تسع أول حاجة بش نحكي عليها هو المنتخب النجم وقلو المنتخب ربح مهجم جديد اللي هو حازم المستوري اللي عدا ماتش كبير ثلاثة أهداف شارك فيها حازم المستوري البنت والول كان موجود في كونتاكت مع الگارديان في الأهداف لول ويخرج سيف الدين الطيف وجه لوجه عنا مديدة ما شفناش هاتاكت يعني يساهم في ثلاثة أهداف في المنتخب لك استحبضوا عليه صغير ما يزمناش نكبرولو مخو برشا ولكن استحبضوا عليه ينزم وسائل العلام مش أول ماتش يعدي هكا ما يتيح شوية الواعد نولي ون سامحون يفكر ما ونطيحولو من قيمته خلينا نبنيو فريق ما هنا قاعدين الراوي اخويا هوتنا حاول الكبار زعم سوادي زال وفريق جديد نبنيوه بشوية بشوية أربع سنين التالي حزب مصوري كان في الهوات واليوم نشوفوه يلعب مباراة كبيرة مع المنتخب وخصوصا نتصور بشان عاود وشوفوه نهار خصوصا النقايس العقوبي قال انو المباراة القادمة بشيشاركوا فيها برشا لعبين بشياخدوا الفرصة متاحهم وشنشوفوه الملعبية مشاركوش قبل مع المنتخب بشياخدوا الفرصة متاحهم المحور فين محور فين اتفضل لا في بلي مش نبنا نحكي رأي في بلي اتفضل مكرا بتاعت المحاور مغرما نسمع انا عندي لاعب خطر الهجوم ما عندي فيه حتى مشكلة حق رينا فما حرك القديم على خلف ولا خلاف قبل معناها كانت ميتة القديم بارح رينا طرف كورر طرف بسيت فما أفكار فما وقفة اما النقطة الاستفهام الكبيرة الدفاع والمنظومة الدفاعية البارح تونس معناها فما أغلاط البارح رفيا من التلفزة من حتى في الحومة ما عادش يتعاملوا من حتى في الحومة فيقوا بهم تكتلاثة يحصر واحد ويخليوش كون نوراه والدفانس حسيتهم ضايعين البارح انت يقفوا في تيران بتاع كورة ما همش فهمين يقفوا هم في بعضهم بورتون يكوروا مع بعضهم مع بعضهم مع بعضهم مع بعضهم مقبل أما البارح فما ما 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 فهمش كومنيكاشا ما فهمش تنسق في خط الدفاع أنا بشمشي لك للدفاع وللمنظومة الدفاعية عموما وقت للحارس يعمل زوزغلات في نفس المباراة بينسور بش الدفاع يكون استنيني محمود خنحكي ومبعد خذ وقتك واعتراك آمن الله مميش البارح كانت مباراة سيئة لأمان الله مميش دجاء قيس العقوبي غيروا بين الشوطين يعني تغيير الحارس بين الشوطين الأراء انقسمت بنات مساند ومعارض استنيني محمود نكمل نعطي كلمتي نسمعوا العقوبي شغال ونبعد نرجعه ونحكيه على تصريح قيس العقوبي الأخطاء ربما نتعى الحارس مميش نعرف بشارط لأننا نتحملها أنا اللي أعطيت فيها ثقة أنا نتحمل المسؤولية قبل ما يتحملها مميش ما هو إلا حارس مر عمر 19 سنة بشي تعلم الأخطاء ما لكي نسمع فيه شكرا بالضبط قال أخطاء من الحارس أنا نتحمل مسؤولية حارس عمر 19 سنة ينجم يغلط أنا قررت بش نتحمل مسؤولية بش نحمل حارس متاع على خاطر كانت تنجم تصير حاجات أخيب في 200 ويمكن الحارس كان يتأثر أكثر لو تسبب في عدم ترشح المنتخب لكأس أفريقيا قررت أني نحمل حارس متاعي ونخرج بين الشوطان أنا حبيت نقول أسوأ قرار ينجم ياخد مدرب في حق أي لاعب من لاعبين متاعه أنه يخرج بالطريقة هذيك أنا الربح خاطر كان ولينا نفرح وسامحوني زادة بربح ضد مدى غشقر بش نترشح الركان اللي مترشحين لها 16 مرة سوكسيسيف يا خيبة المسح اللي عاملوا قيس الياعقوبي البرح يورينا اللي نعيش فيها في المجتمعات متاعنا يورينا كيفاش نتعاملوا مع اللي يغلط ولي يغلط بطريقة مثالش ماهوش لوليني بوفون غلط كازياس غلط فينا ليفربول أكبر حراس العالم غلط فينا فينا غلط الحارس متاع ليفربول انه يخرجوا بالطريقة هذيك انه راه قل الضوك انه راه عيب اللي صار في حق اللاعب مميش خسارة قيس العقوبي نحبوه ونقدروه برشا ولكن اللي عاملوا البرح ستي ام وفي شو عليش على خاطر انتي بالطريقة هذيك وكأنك حكمت على حارس مرمى عمره 19 سنة بنهاية الكاريير متاعك يتخرجوا بين الأشواط والله كان نتكمل لعب المقابلة وفي المقابلة اللي بعد ما لعبتوش نجم نتفهم ولكن انك تخرجوا وخاصة انه البونتو ثاني راو دي في معنتها البونتو اللول يتحمل فيه المسؤولية صحيح مميش البونتو ثاني الكورة ستعد في الديفنسور وقاتر بي مشات المشكل انه قيس العقوبي لحقيقة قرار كان غالط على برش عباد انا ما تحدث مع برش عباد من برش اندي موش متعرجي مش ما يقولوش من الفريقي من اليتوال من الواحد كل استاء من الطريقة اللي خرج بها امان الله هوا المقابلة الجاية ما فيهاش انجو مترشح انتي وتحب تحميها رجعو يرعب ورين ترى معناتها انتي اليوم اذا تحب تحمي اللاعب اعطيه فرصة انه اليوم مميش ينزم يوخر شوية ويخدم على المنتال ويخدم اي ما فيها بس ولكن انك تخرج بالطريقة هذه بينزوس اشواط وخاصة انه لاعب عمناور وصل الفريق متاعه الكيس العالم للاندي وصل الفريق متاعه نهائي الشامبيز ليك فيها فريقيا كان من افضل حراس في افريقيا على خاطر غلط غلطة ولا غلطين اللي غلطوها بارشا حراس كبار في العالم يقع التصرف معه بالطريقة هذيك هنا الراه قلة ذوق وقلة معروف من القيس الياقوبي بفضل هنحط الامور في تار عليش انا قطلك الاراء انقسمت بي سأول حاجة الخطأ متاع البارح متاع مميش هو ليس الخطأ الاول اللي امين الله مميش في الفترة الاخيرة امين الله مميش اخطأ في في زوزة وثلاثة مناسبات في الفترة الاخيرة منهم البونتو متاع متاع جيبس متاع مميش مميش يمكن اضطر احد انقسمت مخارج الاخيرة الاخير المخارج الاختاء مميش كانت عديدة مميش ومتاع التالية في فترة واجهزة الحارس مميش لم نجمو ننكر ولم نعرف من الانتحاد الافريقia لما رشحوا لجائس افضل حارس في افريقia وافضل شاب في افريقia ومجهزة اخرى فيها منتخب الوطني التونسي 데ونت اي حاجة غير الانتصار نتحدث عن المسئولة التامة لمبارة هذه المبارات امن الله من ميش ستحملها المدرب وستحملها الفريق البرح امن الله من ميش لما تحمل هذه المسئولة في هذه المنصبات نحن ذلك المنصبات نقوم بمباراة حاسبة للترشح الكأس الافريقية الوضعية اللي بشي تحطفها من ميش ميش بشي تكون مريحة جدا نجم يبدلو الشانجم اللي تعمل الشانجم اللي تعمل في الميتان يمكن كان يكون قرار سيء او اسوأ قرار شفته من مدرب كيف ما قلت انتي من قيس العقوبي لو ما كانش قيس العقوبي صرح بالطريقة هذيك بعد المباراة تصريح قيس العقوبي بعد المباراة واللي قال انا انت حامل مسؤولية وانا بدلت من ميش لحمايته بش ما يتحملش مسؤولية انسحاب تونس من تصفية كأس افريقيا الهنين نجم وقولو انو قرار قيس العقوبي بتغيير من ميش حمايه بين الشوطان يو دي زيوي يو دي حتى كان خسر معناه توقيب شا بدلو في الميتان بش ينسي وهما شاو صار في الميتان لولا لا هو بدلو في الميتان خوفا من انو ينجر يغلط خاطر الملاعبي قاعد يغلط في الفترة معنا انتي بعدك ثقة في الملاعبي بتاعك وذيك المساج اللي خلطتو الولاية انتي ما عندكش فيه ثقة تو هما الولاد واختغلطت حتى معناه اعضاء الفريق مشوا وسلموا عليه وهيا وكهاء وتتعدى الحكاية ونعرفوها الحكاية انتي كيتخرجوا في الميتان ذمنيا انا ما عنديش فيك ثقة بش تكمل الماتش انتي الدجاه هو فما مشكلة بتاع عنده توي مشكلة انك انت على ثقة توي بش تتخلق هلا خاطر ما كملش الماتش صحيح ولا خاطر شوالي يدوم يهبط تترام بش تدخل بعضها مميش الحارس بريسك الافضل في تونس الحارس الاول للمنتخاب الحارس الاول لترجي لكن مصلحة المنتخاب بوقتها تقتذي انه يكون فما حارس ويقف خير من مميش في الفترة هذيك نقعد ونزاد ننخمو من مميش اخطاء اخطاء في الشوت الاول لا ما هو عنده سلسة اخطاء وقالوا فما مشكلة وهما اقرب لسيد اعنا كان هما معناها عملوا دياجنوستيك بي وشايفوا ملعبيتهم لهذيك خدمتهم كنخبين وكستاف اخويا انتي كان حاسيتو خاطر ظاهر البرح من الرياكسيون اللي عملها هو كي ذاع الكورة ظاهرت فول ما هوش فيها وما هوش استابل ظاهر الحكاية انكي جوار يبدأ يندبكيك في وسط التراه راهو ظاهر اللي هو عنده ضغط اخر دونك انتي ما حذرتوش لهناي مطال ما لشاي هذا وكي انتي نورمال ما كان اخب وطن يتحس اللي عندك جوار ما هوش حاضر مطال ما للضغط اللي بشي تحط فيه في ملش مده اخويا تهبط مثلا جوار بلوز اكس بيراماتية وكهو معنتها احنا اذا نوصلوا قيس اليعقوبي يخمم بطريقة انو مميش بش يتحمل مسؤولية انسحاب الفريق الوطني مثالش خنقولوها احنا اللي ريناه في الماتشوات السابقين التعيس والتعيس جدا يتحملها مميش معنتها حالة الكورة متاعنا بش نحملها لا لا قالها حفيد دراجي خلينا نقولها هاي ميسالش لا لا ميسالش خنتحاسبوا عليها معت المقابلات اللي تعديوا قبلنا بتاع المنتخب الوطني تحب تقول لي يا راهو احنا كيلة ارجنتين نالعب كنا لابس علينا جاي مميش هو اللي فزدنا الكورة بتاعنا معتا دقيقة يا ملك كورة القدم بتاعنا اللي تعاني قدش من العام يتحمل غلما مسؤوليتها مميش الفوضى اللي صارة في كورة القدم بتاعنا وكل جمعا بدلوا مدرب يتحمل مسؤوليتها مميش اذا هاكا نحب صارحه قرب نقود اللي ما تشويت عن كاليفيكاسيون ما تشويت عن كاليفيكاسيون الكل تاعيسى معناه الحال اللي احنا وصلنا لأخر طرح معناه بش نعرف ان لو احنا بش نترجحوا ولاي نقودوا مربوتين بدقيقة تلاتة ونتسعين لماذا دغاش غرفية تلاتة من الناس منهم واحد بركة كاور والاخرين من العشب نجابوهم يقودوا شديننا احنا دوزة دو لأخر دقيقة مرسوا مش نحكيه وفهم يحمي في روحه خاطر هو خايف من بعد شو بشي يقولوا عليه يذيه اللولا ثانيه بصراحة معناه مش نقعدوا نحكيه وهكا نوحلو كاليفيكاسيون الكل في جوار مش يتحمل مسؤوليته وهو معناه احنا بطبيعتنا نرجعوا للكلم نقهاوي ونقعدوا ديما دي بانطان نستنيه في راديو شكو بشي يقولوا علينا وترزب شي يقولوا علينا راو راو دي بامتاعنا مشي شوية للشكون واللينا معاه ولا ضد ولا ضد مميش ضد تخريج غارديان في القيقة onymous scal awaiting ass ينجم يكون كيف ما قلتلكم members and affiliates اوفي تونس وفي افريقيا معنته حتى بشهاده شبير وبشهاده بشهده ديت كبر في افريقياinois toute efريقي لكن في الفترة الاخيرة القرديان ماهوش في فورما قرديان ماهوش في فورما ما تهبتوش يا مالك ما تهبتوش فذي فرصة اخرى الجارديان الحارس الاول للمنتخب هو ولف اليوم الحارس الاول للمنتخب لو وقع تغييره قبل المباراة هذية كان زيدا يكون كلام اخر علش مميش لول في اليكيب ناسيونال والبدله قبل الماتش هذي دونك انا منيش مش ناخذ موقفه بشو نقول هل قيس العقوبي صحيح ولا غالط لكن فما ناس تقول صحيح وكيف كيف فما ناس تقول اللي عملوا قيس العقوبي غالط مش معانتها غالطة صون بورسان هو لازم يتسلح طوال البوضوع لكن اللي عملوا اللي عملوا قيس العقوبي صورتو بالتصريح اللي عملوا مع بعض حماي به الحارسة بتاعه وهذي وجهة نظر الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي يعطيك صحة خلنمشيو الجيهان امفو ميتيو امفو 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 تخافي امفو جي جي رجعنا لكم جديد في المورنيك شو سبار علي يا فايم احلى راديو باقي الجدل متواصل حول ضغط في اللاكدو ضغط كبير في اللاكدو على مميش انا منحبش ماش على مميش اي صحيح اي صحيح شخص ما لازم شان شخص نو هلحكي نحكي وكيفاش صارت في المدربين الكل في العالم راهو فما ريسك كبير تاعه راهو غاردين لقدر يتحطب راهو نشوفه طوى الجاردين بتاع ليفر بول بعض الغلطين اللي عملهم راهو معاتش توجد في الملاعب معاتش ما نحكيو عليه الجاردين بتاع ليفر بول اللي غلط ما نحبوش احنا طوى على جرد كوب دافريك الله لا جات الكوب دافريك الله هلمشي نالها المغرب وهنا قاعدين لهنا الفايدة فما ملاعبية وفما جواريت اهم برشة من كوب دافريك الله لا لعبناها الكوب دافريك يعني باش بتلعبه الكوب دافريك هي تحبهم نمشيوا amo بعد باش بتلعبها الكوب دافريك باش نالعبوا الكوب دافريك باللاعب بنا ليلي مش عالموطال بلكاورجية ذو ما باللاعب هذا مش معنات لا تشوش كوب دافريك نحكيلك نحكيلك معنا techniqueها حلم بالنس متوترة وشونين عموا بايه ممشيناش ليوم خماش نخرجه بالتور لول ايه هاي مماشيتش مع ايه تيما ما توفيش الدنيا يعني تعرفوا الجو ما نتحن فريق المغرب وتونس مش موجودة ما انت تنجموا تحسوا انتوما في ديسمبر وقت اللي الناس كل قاعدة تلعب وتفرش في القاوي وشيخة ونحن اصلا مفهمين تونيخ بوا فريق كالعادة نتبنيوا فريق كما قبل فريق إيطاليا ما ترشحش الكأس العالم معناها شنو المشروب انا لا والله يا اخت اتفادلك خطبش يقولوا راب خطر الاسبرانس والله لا اما بالنسبة لي انا اي ملاعبي في المنتخب اهم وحمايته تكون مهمة وليزم تتصرف معاه زادة بحرفية اما هذي احنا كل درجين هنا اي ملاعبي اهم المنتخب معناتها يا ولدي حماية ملاعبية تكترش معناك بتحميش ملاعبي انتي معناها غدوة يغلط لك الطالبي يغلط لك العيدوني يغلط لك الطيف ولا اي واحد ولا شاسمه اللي تاوى سمحني اللي شارك فتاة هجافة حازم المسطوري يغلط لك يعرف لي لانترنور بتاعو شنو بش يعمل لانترنور بتاعو بش يخاف من البلاتو تيليو من الشرع وبش يخرجو انتي اليوم سوفيها عدم حماية خيس اللي عقوب يشافها حماية وحكيه وفاسر عليك بيجاوبني على البوان هذي انتي تاوى انتي كي شفت التصرف مع مميش كاي ملاعبي فليكي بناسيوناء ووصلتوه جدد بنحك ما تخافش انتي وقتها بش تغلط بش يصيرك نفس الحاجة مش كيف كيف انا باش نحكي من شيرة اخرى احنا مانا كتيح البقرة تكثر سكاكنها ومميش عندو من اللي بداية يبرز حاطينو معناها في كوا مركزين معاه صغر سنو بارتبور الانجازات اللي قاعدة تصير معناها ولا بخصوناش بيبليك اللي يتحكي عليه معناها بالباهي ولا بالخيب زيدا ساعات فما شوية نغرية معناها من من بلايس معينة اما هذي يحق رأي فاذي يحق لاي انسان انو ينتقد ان بخصوناش بيبليك يعطي رايو فيه به طالعة سريعة زيدا متاع متاع مميش وولي وولي كمبيتيسيون اللي في جورة بعادهم ولي تحب انتي زيدا مميش ده اللي وقيت انو يرتاح شوي يعمل بوز راي كان مرسل اصارتش في الماتش هذي راي بش تصير كالكو باغ مازيل صغير مازيل 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 مهوش شايد دروحو بالكديو هذي كل قادي نشوفو فيه رانيما وناس كل تعرف اللي هنا نحب الترجل رياضي التونسي ونا اولي ندافع عليه بقلب ورب لكن شفت انو مميش تعب تعب ملا 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 ملي كمبيتيسيون باجا و ملا مل ضغط ممطلما ملي تحب انتي تتمه مش تخل بعضو احنا مراكزين معا على الاخشان بتاعو البرح تدول لكلامك صحيح تخل بعضو عادي 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 في عمرو اراه وضغطها ديكل راه ونجم يصير فيه اكثر من هكاكا دونك يزمو يرتاح مميش الحاجة ثانية راهو احنا مانا ديما نستنيو كارثة باش تصير في البلاد باش ننن ناخدو قرارات هكا ولا حاجات معناها طوى من داخل من داخل نقول كل ما ترشحناش خيال خلينا مساج خلنا ناكلوه كف باهي خلنا خنفيقو على روحنا خلي تصير سيلكسيون بوري نفوا ركزو مع الحكاية هذية خلي نعودو نعملو مراجعات تونس تاشن سنة هذي هي باش تصير تكسيرا راو باش نتراشحو للكوب ديفريك كوب دي موت فشك زيد معناها على عدازة هذية اه بنا بنا معنويات بنا اكيب باش باش تلعب حتى كنمت راشح نيس مش في تبدل حد شيء حتى كنمت راشح نيس مش في تبدل حد شيء مساليش خلينا نخزو نغزو لجانب المشرق امان تعال حكاية انو انو وارج جدا وارج جدا لكين ما نتراشحوش خلي مساليش باعها جامعة جديدة معا اللي تحبن تلت جامعة جديدة زي بتبعاتها في فيه اي اي خلي خلي نعملو قرارات جذرية بورين فوع امان قاعدين كل مرة رانا نننن نعالج وفي اعراض حاجه دو كاب تحكا معناه رو فما عنا جيريني عسوا علينا رو عنا حاجات رو عنا برشا حاجات رو فما حاجات رو فما حاجات عنا بطولة عنا لعبين عنا كورة قدم أصلا عنا مالك يزينا عنا ستادات مفاما شيء مش المحلو هذير كله شو بلكوه؟ على خاطر ما مميش؟ أعمل غلطة بالله شو ملك في الغلطة؟ مهلك خدو بتركو القادة التعادل لي لي خاطر لي لي بالظروف اللي تحكي فيهم الكل نحنا موجودين الاسبرانس في الفينال تشامبيونز ليج وليكيب ناشيونال قاعد تمشي الكوب ديوموند كل مرة وقاعدين نمشي في الكافليك وقاعدين نحكي على فينال تشامبيونز ليج متاع الاسبرانس اذاك علش ما ما ذكرتش النيدرياذي اسفيقس باللهي باللهي ملاحظة صغيرة يمكن تشوفها تفهم رونا جمهير نيدي رياذي اسفيقس يعرضوني يقال لك يا نيدي اسفيقس يا سيسس ري اسفيقس ما تعجبنيش ما تقول اسفيقس تاوي ما تقول انت قلت اسفيقس تاوي لا نيدي رياذي اسفيقس راتو نخرى معي تلا باب اسفيق وننساوش حاجة اخرى اللي راهو اليوم امان الله مميش اما مقتر مليح معناتها معاها ويلدو اللي هو تارق مميش اللي خلا بلاستو في في ليبيا والتحق بالبارك بي صحيح عندو مهمة معاينة في البارك بي في في فتح رجلات التونسي وامام تونز هذا شيكون قريب من ويلدو في الفترة في الفترة هذي اللي حبيت انفسره في الاخر اللي راهو مانيش ضد امان الله مميش لكن اللي عملو قايس الاعقوبي ينجم يكون صحيح حسب رأي اليوم امان الله مميش من احسن الحراس في 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 تونس من احسن الحراس في افريقيا لكن زاد عنا حراس خريم في تونس ينجم ياخدوا فرصتهم كيف مالبارح دحمين كل عبدو زين ميتان عندها كان امورو امورو واضحة وعمل دوزين ميتان باهية في ما وصلتلوش حتى كورة ياودي مين ياودي موصلتلوش الكورة منين نعمل دوزين ميتان دحمين راهو مسل كورة مرتين فيما مميش اكثر من اللي فرحت بالبوتو ثالث راهو بالبوتو ثالث راهو فيما عبيدة تشمتت فيما مميش ياودي يوخزرك فما فاك بتعفيدوية البرح ميناش نحكيو عالعبيد اللي تشمتو يا محمود ميناش نحكيو عالعبيد اللي تشمتو خلينا توا نحكيو نحكيو كورة نحكيو الصرف المبارات الصرف المبارات دحمين وقت اللي تخل دوزين ميتان ما وصلتلوش الكورة باي سيان بوغر ديان ما قلتش دحمين ودحمين خداي فرصة على مدى سنوات وسنوات في معانتها ما وش مايش حاجة جديدة بالنسبة لي دحمين المنتج حمال الوطني الكورة ما وصلتلوش الكورة ما وصلتلوش معانتها انا كنت نتمنى البرح انو يكمل مميش والدفاع متاعه يبدأ معاه والولاد يبدأوا معاه والمقابلة جاية تحب ما تلعبوش ما تلعبوش مثالش اما تخرجوا بالطريقة هذيكة فانك عملت غلطة مرتين غلطت مرتين غلطكي لعبته وغلطكي خرجته وانتي تحمل مسؤولية قهيس العقوب عندي تحفظ صغيرة على حاجة انو مثلا كوالد مميش يكون موجود راهو مش بالضرورة حاجة باهية احنا شفنا ميش نعطي ديز اكزامبل في تونس شفنا ديز اكزامبل في العالم انو والدو نجم يكون اوكي نجم يأطرو خطرو هو يخاف عليه وكل شي اما راهو تنجم سابو ديغاييه اتو ماما خاطفا ما تدخل فيها برشة عاطفة وبرشة حاجات مهيش موضوعية يعني اللي ليهي بيهم اللي صغير اللي هم اللي صغير هولي طبعوا دكارين ايه نطلش عكس هذا بالعكس لحد الانج طوفا بياه جاونا بايه اما نراهو ميش بالضرورة حاجة بايه اذا اللي حبيدون نيمار مثلا يعطيكم الف صحة هكا نكون خلطنا الاخر ساعتنا الثانية نمشي والانفو ميتيو مع جيجي بزيل عنا سبور برشة سبور ونمشي ومع صديقنا احمد في الاخبار هي ميتيو قلت جيجي قلت انفو ميتيو وانتي جيتنا فكرة جيت وفكرة قال هليش ما تعملش ميتيو ترافيق مثلا فوق حي الرومانة تقول توا ضغط في حي الرومانة وشتيتصب فوقهم محمود انا حازدتك على ليث ولا حازدتك على ليث الحقيقة عنده افكار من الاخر سيزون من الاخر سيزون تعرف بالحق ما شاء الله تجيب افكار ايه هبلنا بالافكار موسيقى 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 موسيقى